تتواصل جهود الدولة لجعل مؤتمر المناخ القادم كوبا 27 مؤتمرا قابلا للتنفيذ حيث قامت بالعديد من الإجراءات في هذا الصدد وفي هذا الإطار أكلت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد على ضرورة العمل على توفير التمويل اللازم لدعم عمليات إزالة الكربون من قطع البترول وعلى هامش الاجتماع الوزري السابع لمنتدى غازة شرق المتوسط الذي تستضيفه مصر شاركت وزيرة البيئة في المائدة المستديرة حول القيادة الاستراتيجية للطاقة والدور المحوري الذي تلعبه منطقة الشرق المتوسط في دعم ديناميكيات العرض والطلب العالمية وعشرت الوزيرة إلى توقيع اتفاق باريس عام 2015 والذي يمثل عنق الزجاجة في استخدام الطاقة حيث كان هناك جدل واسع حول جدواه الاقتصادية وإمكانية الاستثمار فيها من خلال البنوك شكرا شكرا شكرا